أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج المحاكمة اللي بيشوفنا لأول مرة أتمنى الاشتراك في القناة تفعيل الجرس علشان يجيلك إشعار بكل حلقاتنا اليومية وسائل التواصل الاجتماعي والمشاكل الكتير جدا اللي جلبتها المجتمعنا وسائل التواصل الاجتماعي بنسيب الفايدة ونروح للعيب أو المشاكل اللي ممكن تسببها لنا الوسائل دي اللي تعملت أساسا علشان تكون مفيدة للناس كتير جدا شفنا وقائع وشفنا حالات ابتزاز لنساء أو بنات غلطوا وبعتوا صور ليهم أو محادثات خاصة ليهم مع رجالة أو شباب أغراب وبعد فترة الشباب دول بدأوا يبتزوا البنات أو الستات دول بالصور أو الفيديوهات أو الأشياء الخاصة اللي بينهم ولكن قصة حلقة النهاردة بصراحة اتقلبت تماما الضحية في قصة حلقة النهاردة ما بقاش ست أو بنت ولكن شاب القصة جات على لسانه وبيقول أن أنا شاب من عائلة كويسة جدا أبويا راجل كويس جدا والدتي ست محترمة لما خلصت جامعة وبدأت الحياة العملية إلى جوار أبويا بساعده في شغله لأنه عنده شغل مستقلة أو شغل حر كويس جدا في الحقيقة أمي هي اللي اقترحت علي أنها تجوزني وبعدين رشحت لي أكتر من بنت كان فيه واحدة منهم أنا ما كنتش أحلم أن أنا أكلمها كانت بنت ماس وكانت جميلة جدا وخلصت دراسة فيه كلية كويسة جدا أنا ما كنتش أحلم في يوم من الأيام أن أنا أعود معاها كده وأتكلم معاها من كتر جمالها ومن كتر العرسان اللي كانوا بيتقدموا لها وكانت بترفضهم ولكن وضع أبويا الاجتماعي ووضع أمي وعلاقتها بأسرتها كان سبب أساسي وكان ضمانة كبيرة جدا علشان تتم الخطوبة بالفعل أمي قالت لي يا ابني وأنت مش حسس بنفسك أنت ابن مين ده أنت إيه ده أي بنت في الدنيا تتمنىك سيب الموضوع ده علي راحت أمي كلمت أمها وأبويا كلم أبوها وفي فترة قليلة جدا كنا مخطوبين كنت بروح البيت عند البنت دي وأنا قاعد معاها كده أتخيل زمان وأنا شايفها رايحة الكلية أو راجعة من الكلية وكنت يعني طاير من الفرحة الجميل كمان أن البنت ما كانش لها تجارب قبل موضوع الخطوبة دي نهائي وأنا كنت أول حد في حياتها كمان قالت لي أن أنا كنت بشوفك وكنت بعد عليكم كمان أوقات وكنت أنت لافت نظري وكنت بشوف أن أنت حد كويس جدا وأنا كنت إلى حد ما معجبة بيك استمرت الخطوبة دي فترة وبعد الفترة دي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي في بنت بدأ تكلم الولد ده على الفيسبوك هو كمان بدأ يستجيب معاها لأن الحوار مبينه ومبين خطبته كان حوار محترم جدا أما الحوار مبينه ومبين البنت اللي بدأ يتعرف عليه على وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي كان حوار حادف شمال شوية كان حوار فيه ألفاظ مش لطيفة وفيه إعجابات مبالغ فيها وكان كلام عن حاجات ما ينفعش يتكلم فيها مع خطبته بشخصيتها دي بعد فترة صغيرة بدأ يبقى فيه تبادل للصور الولد بزكاء من البنت واضح أنها كانت مبيتة نية أو محترفة المسألة دي بدأت تقوله طب بعتلي صورتك كذا طب بعتلي صورتك كذا بدأ يبعت لها صور ما ينفعش حد يشوفها ليه هو؟ هي البنت ما عملتش كده وكانت الصور اللي كان بتبعتها له صور عامة كده من على صفحتها على وسيلة التواصل الاجتماعي دي ولكن الولد بعت لها صور ما ينفعش حد يشوفها بعد فترة صغيرة جدا البنت دي كانت بتعرف واحد بيعرف صاحبنا اتفاجئ يوم من الأيام والشاب ده التالت ده بدأ يكلم بطل حلقة النهاردة وبيقول له ايه عم ده انت خاربها ده انت مكسر الدنيا ايه عم الصور الجاندة دي قال له صور ايه فيه قال له يا راجل صور اللي انت بتبعتها لفلانة الفلانية دي ابن صاحبتي والصور كلها عندي وراح افتح له الموبايل بتاعه وراح موري له كل الصور اللي ما ينفعش حد يشوفها الصور الخاصة جدا يعني طيب عايز مني ايه لا ما تفضحنيش ده انا كذا قال له يا راجل افضحك ازاي ده انا عارف حماك وعارف خطبتك وعارف حماتك وعارف الناس دول كلهم ده نستر وغطع عليك ده احنا صحاب ومن هنا ورايح لا يمكن يعني تشك ان انا ممكن اضايقك خصوصا وان انا متضايق اليومين دول وحل تزفت والعملية نشفة معايا والواحد مش عارف يعمل ايه ويجيب فلوس منين ده انا حتى كنت عايز منك ارشين سلف ودي الطريقة يعني قال له ارشين ايه طب عايز قال له عايز مبلغ كذا وراح طلب منه مبلغ كبير بصراحة يعني فالولد طبعا ادرك في اللحظة دي انه هو وقع ضحية او وقع في فخ الابتزاز قال له خلاص يا عم الصور دي تجيبها لي وتجيب لي كل حاجة عندك وانا هتديك الفلوس اللي انت عايزها قال له خلاص اتفقنا ادى له المبلغ اللي هو عايزه وادى له الموبايل بايده فراح فاتح الموبايل وراح ماسح كل حاجة عد حوالي شهر بالزبط لغاية مصاحبنا صرف القرشين دول وقال له اللهجة تغيرت بقى يعني اللهجة بقت نشفة ايه يا عم فينك فيه ايه انت ناسيني ليه معا مش عارف ايه وانت مش عارف ان انا مزنوق في فلوس اليومين دول قال له طب انا هعرف منين طب انا اديتك اللي انت عايزه وقال له لا اللي انت عايزه ايه ده انت سيبك من الفكة دي ده انا عندي مشكلة ومحتاج كذا 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 الله يخرب بيتك وبيت ست دي طب اعمل ايه غصب عنه لما بدأ يقول له ما اقولك ايه ما انت انا مسحت كل حاجة قال له لا يا حلو ما انا عندي نسخة تانية على الموبايل التاني وكل حاجة عندي وما فيش حاجة اتمسحت واسمع بقى وطبعا اللهجة بتتغير وبتبقى خشنة جدا وبتبقى لهجة تهديد لدرجة ان قال له اسمع بقى هو كده اما تجيب الفكة اللي انا عايزها لاما هطلع دلوقتي على اهل عروستك وهقول لهم الولد اللي انت فرحنين بيه وعريس الغفلة ده ده كذا كذا وطبعا الجوازة هطبوز قال له طب خلاص حاضر وراح يدي له المبلغ ده الموضوع ما خلصش طبعا كل كم يوم او كل اسبوع يطلب منه فلوس الموضوع بقى ما وقفش عنه شوف المصيبة بقى الاكبر انه ادى لقريبه لابوه والاخوه تليفون الشاب الجميل ده وقال لهم الولد ده عنده عربية بيشتغل عليها توصيل فاي طلب انتو عايزينه او اي مشوار انتو عايزينه اتصلوا عليه وقلوله تعالى وصلنا المكان الفلاني وما تحسبوش على اي حاجة الحساب علينا وانا متفق عليه الولد بيقول فجأة انا عندي سيارة فجأة ليه تليفون جايلي سأل خير فلان تعالى ودينا المشوار الفلان تعالى ودينا العيادة تعالى ودينا كذا بقولك ايه لو سمعت احنا عايزين بس شوية طلبات من السوبر مارك الفلاني روح حاتهم وتعالى والحساب عند ابنانا فلاني بيقول ان انا فجأة تحولت لعامل ديليفري انا توصيل بيتصلوا علي بالامر ان انا بروح اودي اردارات وانا راجل محترم وابن ناس محترمة ده اللي واضح للناس طبعا بخلاف الغلطة المنيلة اللي راح غلطها بيقول انا مش عارف دلوقتي اعمل مع الشاب ده ايه وواصل لمرحلة ان انا ممكن اعمل حاجة تبوز الدنيا طبعا كلنا عارفين اللي هو ممكن يكون بيفكر فيه في اللحظة دي ولكن انا بقول للشاب ده لو البنت دي بتحبك ولو البنت دي علاقتك بيها كويسة ما ينفعش ان انت تمشي في الطريق ده بالمنظر ده لانه طول ما انت ماشي في الطريق ده بالمنظر ده ممكن الابتزاز وممكن التهديد والطلبات تبقى حاجات انت ما تقدرش تتحملها بعد كده فقعد مع البنت دي وصرحها بالموقف ده حتى لو هتقول لها انه ده كان قبل الخطوبة او دي كانت غلطة زمان وبعدين ان انا عمري ما هكررها تاني وانا آسف وحاجات كده انما لو استمر الموضوع بالشكل ده لا يمكن لا يمكن موضوع طلبات الفلوس والطلبات اللي بيطلبها منك الشاب ده هتنتهي عند المرحلة دي وهاخد من القصة دي وهقول للسادة المشاهدين والسادة المتابعين يا جماعة موضوع ارسال الصور اللي ممكن تكون فيها مشكلة ما بتقتصرش على البنت او على الست زي ما الست عورة زي ما الراجل عورة زي ما الست عندها سمعة وشرف ونقطة ضعف ممكن حد يبتزها بيها زي ما الراجل كمان عنده سمعة وشرف واشياء ممكن اي حد تاني يبتزوا بيها زي ما حصل لبطل حلقة النهاردة ارجوكم بلاش نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي او الانترنت بشكل عام علشان نكشف عن اشياء او نعمل علاقات ممكن تسبب لينا مشكلة ما نقدرش نعالجها بعد كده وتسبب لينا صورة مهزوزة او مشوهة لنا قدام المجتمع كله سواء الاقارب او الاهل او حتى الاغراب فارجوكم خلي بالكم ارجوكم تعالوا نتعامل مع الجانب الايجابي في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال بشكل عام اتمنى ان احنا نكون خرجنا بحاجة من حلقة النهاردة واستفدنا واخدنا درس ونلتق ان شاء الله في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المحاكمة اشتركوا في القناة